في شأن العربية الأزمة السورية تدخل في عامها الأول وحسب تقرير للأمم المتحدة وصل عدد القتلى إلى ما يقارب 7500 قتيل ورغم كل الضغوطات إلى أنه ما زال مظهر حتى حل في الأفق التواصل للقويت السورية اليوم قصفها العنيف اللي يستهدف معاقل التمرد في مدينة راستن مما تسبب في مقتل أكثر من عشر أشخاص سقطوا برساس الجيش السوري بينهم طفلة ومعظمهم في حمص في حين ازدادت حدة الضغوطات الدولية على نظام الأسد من أجل إرغامه على السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى حي بابا عمرو بمدينة حمص عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولي كانت اليوم ساحة شهداء ببيروت مصرح للتظاهر حيث تجمع مئات من المتظاهرين ضد نظام بشار الأسد وذلك للتعبير عن غضبهم للهجمات العسكرية اللي شنها الجيش السوري ضد قوى المعارضة هذا وردد المحتجون شعارات دعوا فيها الأسد للتنحي ومحاكمته بوصف مجرم حرب في وقت اللي جمع فيه مدهرين موالين للنظام الشي هذا خلق قوات الجيش السوري وقوات شرطة مكافحة الشغب تستخدم الأسلاك الشائكة للتفريق المدهري هذا وقالت المفوذية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم إنه حوالي ألفين لاجئ هربوا من العنف في سوريا وعبروا الحدود إلى شمال لبنان في السياق نفسه دعا تسيين الحكومة السورية والمعارضة على إنهاء العنف والبدأ في محادثات لكنها قارت إنها تعارض أي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي في سوريا بلغت الأزمة السورية عام هلول دون حل في الأفق بل تعقيدات تحسد يوميا المزيد من ضحايا والقتل حيث وصل عدد القتل حتى الآن حوالي 7500 قتل منذ اندلاع الثورة في مارس الماضي بحسب تقارير للأمم المتحدة لذلك يتزايد القلق بشأن المدنيين المحاصرين في حمص واليعانوا من ظروف معيشية صعبة